تلاميذ سنة الثانية ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية سنقوم بحله معا لدينا النص في عطلة الرابيع نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تيكشد حزمنا امتعتنا وصعدنا الى الحافلة جلس كل واحد في مكانه ثم قامت المعلمة وقالت صباح الخير يا اطفال سنذهب في نزهة الى غابة تيكشد اتمنى ان تقضوا وقتا ممتعا لكن حذاري ان تبتعدوا كثيرا في الغابة والتزموا بالتوصيات نشرح النص في عطلة الرابيع تلاميذ كانوا في عطلة نظمت المدرسة رحلة الى غابة اسمها تيكشد او تقعوا في تيكشد حزمنا امتعتنا وصعدنا الى الحافلة اخذوا ما يحتاجونه وركبوا الحافلة جلس كل واحد في مكانه كل واحد اخذ مكانه ثم قامت المعلمة وقالت لهم تحييتهم صباح الخير يا اطفال وقالت لهم سنذهبوا في نزهة الى غابة تيكشد اي ان سنذهبوا في رحلات سنذهبوا الى رحلات في رحلات الى الغابة اتمنى ان تخذوا وقتا ممتعا نتمنى ان نستمتعوا بهذا الوقت او بهذه الرحلة لكن حذرتهم قالت لهم ان لا يبتعدوا كثيرا في الغابة تحذير وان يلتزموا بالتوصيات نقوم الآن بالاجابة على الاسئلة حول النص هات عنوانا مناسب للنص المطلوب هو ايجاد عنوان للنص عنوان النص نبحث عليه في النص غالبة الاحيان غالبة الاحيان يكون في السطر الاول نبحث عن عنوان النص في السطر الاول في عطلة الرابية عطلة الرابية يمكن ان نختار عنوان النص عطلة الرابية نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة الاحيان رحلة نحو غابة الاحيان اما ان نختار عنوان النص عطلة الرابية او رحلة نحو غابة الاحيان نبحث في السطر الاول نجد ايبارة كاملة عطلة الرابية نختار مثلا عنوان النص عطلة الرابية يمكن ان تجدوا عنوان اخر نواصل مما حدرت المعلمة تلاميذها المعلمة حدرت تلاميذها ماذا حدرتهم نبحث دائما اسئلة حول النص نرجع الى النص في عطلة الرابية نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تيكشدا حزمنا امتعتنا وصعدنا الى الحافية جلس كل واحد في مكانه ثم قامت المعلمة وقالت صباح الخير اطفال هل هذا تحذير ليس تحذير سنذهب في نزهة الى غابة تيكشدا اتمنى ان تقضوا وقتا ممتعا ليس بتحذير لكن حذاري هذا هو التحذير حذاري ان تبتعدوا كثيرا في الغابة والتزموا بالتوصية اذا حذرت المعلمة التلاميذها بان بان لا يبتعدوا كثيرا في الغابة نجرب حذرت المعلمة تلاميذها من ان مما من ان التلاميذ يبتعدوا التلاميذ يبتعدوا كثيرا يبتعدوا كثيرا في الغابة حذرت حذرت المعلمة تلاميذها من ان يبتعدوا كثيرا في الغابة هذا تحذير ثالثا اصل بين كلمة وضدها بين الكلمة وضدها لدينا كلمات صعيدة صعيدة ابتعد كثيرا كلمة اخرى قليل نزل اقترب صعيدة مثل صعيدة الى الحافلة صعيدة السلم ضدها احسنتم نزل صعيدة الى الحافلة نزل من الحافلة ونربط كل كلمة مع ضدها ابتعد ابتعد ذهب بعيدا ابتعد ضدها احسنتم اقترب بعودة قربة شيء بعيد ضده قريب ثالثا كثير عندنا كثير من هذا الشيء ضده احسنتم قليل مراجع صعيدة ضدها نزل ابتعد اقترب كثير قليل نلتقل الى حول اللغة اكمل الآن هو لدينا الضمائر هو يجلس هي هما هم هن هو يجلس هو مذكر غائب هو يجلس هي احسنتم تجلس مؤنت هما المتنى احسنتم يجلس ثاني هم جيد يجلس جمع جمع مذكر يجلي سون هن جمع المؤنت يجلس نراجع هو يجلس هي تجلس هما يجلس هم يجلس هن يجلس نواصل اكتب جملا على هذا المنوال لدينا مثال الغابة جميلة المنوال ما اجمل الغابة على نفس الشيء نقوم به بالنسبة للجملة لأعطوها المنوال الغابة جميلة ما اجمل الغابة الجبل هنا الغابة هنا الغابة الجبل بعيد نكتب ما جميلة أصبحت اجملة جميلة اجملة بعيد أحسنت أبعد هنا ترجع فتحة ما أبعد الجبل فتحة تمام مطلوب منا فتحة فتحة هنا ننسى علامة التعجب الجبل بعيد ما أبعد الجبل الطريق طويل نكتب الطريق طويل ما أطوال الطريق نتابع وصنف داخل الجدول الكلمات التالية لدينا الرابع المعلمة الغابة النزهة المطلوب في الجدول لدينا القمارية والشمسية إذا وجدناها القمارية نكتبها الفوق الشمسية تحت هنا لما نقع الرابع نكتب الرابع هذا اللام لا نقعه الرابع إذا شمسية دائما فيها الشدة الرابع هنا كيف نقرأ نقرأها المعلمة المعلمة أحسنتم قمارية هنا كيف نقرأها الغابة وليس الغابة الغابة ومعلمة لدينا المعلمة الغابة الشمسي الربيع النزهة إنتاج كتاب أكمل بناء الفقرة بهذه الكلمات لدينا كلمات نضعها في هذه الفقرة المكان الجميلة تعبنا كبيرة الحافلة نطارد انطلقت بناء حتى بلغنا انطلقت بناء أحسنتم الحافلة حتى بلغنا حتى وصلنا المكان افترشنا بساطة وضعنا عليه أدواتنا وانطلقنا الفراشات طارة ماذا نفعل الفراشات؟ نطارد الفراشات نجري وراء الفراشات نطارد الفراشات طارة ونستبدع بالمناظر كيف هي المناظر؟ مناظر أحسنتم الجميلة طارة أخرى حتى فجلسنا حتى جيد تعبنا فجلسنا تحت شجرة شجرة كفر وتناولنا غداءنا هنا شجرة شجرة كبيرة تحت شجرة وانطلقت بنا الحافلة حتى بلغنا المكان افترشنا بساطة وات